وإلى إقليم وادي فيرة حيث ترأس مؤخرا أمين عام الإقليم كاللي يونس محمد افتتاح أعمال الورشة الخاصة حول إعداد استراتيجية لمعالجة المشاكل الرعوية تقرير عرجون محمد أحمد الثروة الحيوانية هي إهداء الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وعليه جاءت حازي الورشة الخاصة بكيفية إعداد قطة معالجة مشكلات القطاع الرعوي وحل إشكاليات الثروة الحيوانية بإقليم وادي فيرة في كلمته الافتتاحية الأمين العام لإقليم وادي فيرة كاللي يونس محمد ممثلا لحاكم الإقليم والذي أكد بأن حازي الورشة التي نوقشت خلال يومين خلص المشاركون بالوقوف في أهم النقاط أبرزها حلحلت المشكلات التي تواجع الرعاة ومسألة الزحف السحراوي وندرة المياه وبدوره المندوب الإقليمي للثروة الحيوانية بإقليم وادي فيرة علي برمة أشار بأن حازي البادرة تلعب دورا حاما في تحسين قطاع الثروة الحيوانية من حيث توفير المناخ الملائم للرعاة والعاملين في هذا المجال وما هو معلوم بضرورة أهمية الثروة الحيوانية والنباتية التي تشكلان حجر الزاوية في التنمية الريفية وفق منحج خطط الحكومة في تطوير العالم الريفي